اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة وفي البيان الختمي أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن توصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج المرتزقة من ليبيا كما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا أنه تم توصل خلال الاجتماعات إلى آلية لتنفيذ خروج المرتزقة مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض وأوضح باتيلي أن ما تم توصل إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن لدول الإقليم مشيرا إلى أنه يسعى لتهديئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات من جانبه أعرب ممثل اللجنة العسكرية الليبية عن شكره لمصر على استضافة اجتماعات اللجنة مثمنا جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا هذا وأكد رئيس وفد السودان بالاجتماعات أن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات للتطبيق الآلية التي تم توصل إليها كما أعرب رئيس وفد النيجر المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن شكره للمبعوث الأممي لما يقوم به من أجل تحقيق السلام في المنطقة مؤكدا ضرورة استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم توافق عليه على الأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة